هذا الشهر الكريم خصه الله بأنه يفتح فيه أبواب السماوات لاستجابة الدعاء فكثير من الأدعية تصعد من الأرض ولكنها لا تصل إلى الله لأنها تجد أبواب السماء موصدة فيردها ذلك إلى الأرض لكن هذا الشهر يفتح الله به أبواب السماوات لاستقبال الدعوات فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قد أضلكم شهر كريم تفتح به أبواب السماء وتوصد به أبواب النعر فأبواب السماء تفتحه لاستجابة الدعوات كذلك تفتح به أبواب الجنة فالجنة لهذا مانية أبواب وكل خير في الأرض فهو قادم من الجنة وكل شر في الأرض فهو قادم من المعر الأمراض كلها التي يشكو منها الناس في الأرض هي من النار الحر الشديد الذي يشكو منه الناس في الصيف هو من أفاس جهنم البرد الشديد الذي يشكو منه الناس في الشتاء هو من نفس جهنم صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضي فأذن لها بنفسين نفسي في الشتاء ونفسي في الصيف وذلك أشد ما يكون الحر والبرد فهذا الحر الشديد والبرد الشديد منهما تأتي الأمراض والجراثيم والميكروبات والأضرار التي توجده الأرض كلها قادمة من جهنم معائل بالله كل شر مصدره جهنم وفي مقابل ذلك كل خير فهو قادم من الجنة سبب الجنة آدم أهبطه الله من الجنة الأنعام التي فيها ركوبهم منها يكلون أنزلها الله من الجنة النباتات والأشجار أصولها من الجنة كل المنافع التي تجدونها أصولها في الجنة وهي ترجع إلى أربعة إن لك لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى فأبم من الجنة إذا أفتحت فسيصل من روحها ورحانها وبركاتها وخيرها إلى الأرض ما يعيش به الناس